اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات قناة لغتنا الجميلة وهي استمرار لسلسلة الألغاز النحوية وأول هذه الألغاز ما أرقى سلوكيات المؤمن هل هو أسلوب تعجب أم أسلوب استفهام أو قل ما علامة الترقيم الصحيحة التي توضع في آخره أهي علامة استفهام أم علامة تعجب ولماذا والفكرة الثانية التي تحتاج إلى تفكير وتأمل تكمن في تحديد خبر المبتدأ أنا في قوله تعالى قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ما نوع الخبر؟ أهو مفرد؟ أم جملة اسمية؟ أم جملة فعلية؟ أم شبه جملة؟ واللغز الثالث يتضمن فكرة جديدة حول البيت الذي ورد في التسجيل السابق إن هند المليحة الحسناء وإي من أضمرت لخل وفاء هل يجوز دون الإخلال بالمعنى أن نقول إني هند المليحة الحسناء أو إنني هند المليحة الحسناء هل يصح؟ وعلى أي أساس؟ وما إعراب هذه ألياء؟ واللغز الرابع يكمن في التفريق بين الفعل في هذه الجمل الثلاثة لا زالت صحتك يا من تحسن إلى الناس لا زالت صحتك جيدة يا من تحسن إلى الناس ما زالت صحتك جيدة يا من تحسن إلى الناس ما الفرق بين هذه الجمل إعرابا ومعنى وإليكم التفاصيل ما أرقى سلوكيات المؤمن هل هذا الاسلوب اسلوب تعجب أم اسلوب استفهام هذا الاسلوب يصلح أن يكون اسلوب استفهام واسلوب تعجب لماذا؟ لأن اسم التفضيل في اسلوب الاستفهام يعرب مبتدأ مؤخر وما استفهامية في محل رفع خبر مقدم وهنا أرقى اسم مقصور فيرفع بالضم المقدرة إذن لا يوجد قرينة واضحة على أنها مضمومة أو مفتوحة ووزن أفعل في اسلوب التعجب يعرب فعل ماضي مبني على الفتح إلا أنه هنا مبني على الفتح المقدر وهنا مرفوع بالضم المقدرة وما في اسلوب التعجب تعجبية في محل رفع مبتدأ وكان يمكن أن نستند في تحديد اسلوب الاستفهام أو اسلوب التعجب على الكلمة التي بعد أفعل إلا أن الكلمة التي تلت أفعل هي جمع مؤنث وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة ويجرب الكسرة وبالتالي كلمة سلوكيات في اسلوب الاستفهام تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وفي اسلوب التعجب تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة إذن لا توجد قرينة تساعد في التفريق بين الأسلوبين إذن ما أرقى سلوكيات المؤمن ما أرقى سلوكيات المؤمن يصح أن تكون اسلوب استفهام أو اسلوب تعجب وسياق الكلام هو الذي يحسم المسألة وأهم الفوائد التي يجب أن نجنيها من هذه الفكرة أن ما هنا استفهامية في محل رفع خبر مقدم وهنا تعجبية في محل رفع مبتدأ وأرقى هنا اسم تفضيل يعرب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة وأرقى هنا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر وسلوكيات في اسلوب الاستفهام تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة والكسرة هنا علامة أصلية وسلوكيات في اسلوب التعجب تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة والكسرة هنا علامة فرعية الفكرة الثانية في تحديد نوع الخبر في قوله تعالى قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أهو جملة فعلية أم مفرد أم جملة اسمية أم شبه جملة كلمة آتيك تحتمل أن تكون اسم فاعل وبالتالي يكون الخبر مفرد وتحتمل أن تكون فعل مضارع بمعنى أأتيك وعلى هذا يكون الخبر جملة فعلية إذن هنا يصح اعتبار الخبر مفرد على اعتبار آتيك اسم فاعل ويجوز أن تعتبر جملة فعلية على اعتبار آتيك فعل مضارع ومع صحة اعتبار الخبر مفرد أو جملة فعلية إلا أنني أرجح خبر جملة فعلية فعلها مضارع بمعنى أنا أأتيك لماذا؟ لأنها إجابة على سؤال أيكم يأتيني بالفعل المضارع فتكون الإجابة أنا أأتيك والله أعلم والفكرة الثالثة في هذا البيت الذي ورد في التسجيل السابق إن هندو المليحة الحسناء وإي من أضمرت لخل وفاء ومن بابي ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أذكر من شاهد التسجيل السابق وألفت نظر من لم يشاهده إن هنا ليست حرف ناسخ وإنما هي فعل أمر من الفعل وآيئي بمعنى وعدة والنون نون التوكيد وبالتالي إن بمعنى عدي وهندو منادة بمعنى عدي يا هندو ويا المخاطبة حذفت تخلصا من التقاء ساكنين والمليحة نعت مرفوع بالضمة لهند إتباعا لحركة البناء والحسناء نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة لهند إتباعا للمحل الإعرابي ويا مفعول مطلق ومن اسم موصول في محل جر مضاف إليه وجملة أضمرت لخل وفاء لا محل لها من الإعراب صلة الموصول الفكرة التي عنت لي بعد الانتهاء من التسجيل السابق الفعل وآيئي الذي بمعنى وعدة هو فعل متعدي ولكنه لم يستوفي مفعوله وحذف المفعول به هنا حذف بلاغي لا نحوي لأنه قال عدي يا هند ولم يحدد تعد من والمراد عديني والسؤال ماذا لو أردنا إظهار المفعول به مع الفعل إن حال توكيده بالنون هل يصبح إني هند بمعنى عديني يا هند أم إنني يا هند والسؤال بطريقة أخرى هل تجتمع نون الوقاية مع نون التوكيد أم لا فإن كانت لا تجتمع نقول إني هند المليحة الحسناء وإن كانت تجتمع نقول إنني هند المليحة الحسناء الإجابة يصح أن تجتمع نون الوقاية مع نون التوكيد ويصح أن تخلو إذن كلا التعبيرين صحيح إني هند المليحة الحسناء وإنني هند المليحة الحسناء وهذه الفكرة لطالما شغلتني حتى عثرت عليها في قوله تعالى لتأتنني به فعلمت أن نون الوقاية تجتمع مع نون التوكيد والفكرة الرابعة في التفريق بين هذه الجمل لا زالت صحتك يا من تحسن إلى الناس لا زالت صحتك جيدة يا من تحسن إلى الناس ما زالت صحتك جيدة يا من تحسن إلى الناس الجملة الأولى الفعل زالت فعل تام وهو دعاء بعدم زوال الصحة وبالتالي صحتك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم إذن الجملة جملة دعائية فهي أسلوب خبر لفظا إنشاء معنا غرضه الدعاء والجملة الثانية لا زالت صحتك جيدة يا من تحسن إلى الناس هي أيضا جملة دعائية فهي دعاء باستمرار الصحة لذلك لا زالت هنا فعل ناسخ ناقص وبالتالي صحتك اسم لا زالت مرفوع علامة رفعه الضم وجيدة خبر لا زاله منصوب علامة نصبه الفتحة هذا الأسلوب يتفق مع الأول في أنه جملة دعائية إلا أن الفارقة أن الفعل في لا زالت في الجملة الأولى تام وفي هذه الجملة ناقص أما ما زالت صحتك جيدة فهو فعل ناقص ناسخ وصحتك اسم ما زاله وجيدة خبر ما زاله إلا أن هذه الجملة جملة إخبارية وليس الدعائية هذا أسلوب خبري يخبر باستمرار صحة من يحسن إلى الناس ترجمة نانسي قنقر